ماذا هذا المكان؟ هل هذا الرابيد سكول؟ هل أنت حقيقي؟ نتقل إياكم للترتيب المحلي في الإمارات العربية المتحدة حيث حصل الفيلم الجديد رابد سكول على المرتبة الخامسة ودرح دافع حول الأرنب ماكس الشاب صارق المتاجر واللي يجد نفسه في مدرسة قديمة الطراز مع الأرنب أيمي حيث يتعلم المهارات السرية لأرنب عيد الفصح ويحارب عائلة من الثعالب الماكرة ويتعلم معنى الصداقة الحقيقية إذا فوكس تستيل أرنب عائلة سيكون هناك أرنب عائلة من الثعالب المتاجر هل ترى عائلة من الثعالب المتاجرات؟ نعم، المتاجرات 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 لقد أخبرت المتاجرات ننتقل إياكم للمرتبة الرابعة مع فيلم ويذكر أن الرواية كانت قد تحولت لفيلم بالاسم نفسه من إنتاج عام 1979 للنجم جورج بيرمز كما يعد التعاون السادس بين النجمين مورغان فريمان ومايكل كين والثاني بين كين وألين أركين المرتبة الثالثة هي من نصيف فيلم بيوتي أنت بيست وكانت النسخة الحية من فيلم بيوتي أنت بيست استطاعت أن تحقق إرادات تخطط حاجز ال461 مليون دولار أمريكي حول العالم وهو العمل اللي يعرض فيه أكثر من أربع تلاف دور عرض حول العالم يجب أن تساعدني فيلم الرسوم المتحركة سمورفز The Lost Village معنا في المركز الثاني ودور حداث الفيلم حول اكتشاف سمورفيت لخريطة غامضة لتتحد هي وأصدقائها بريني، غلامزي وهيفتي في سباق مثير ومحفوف بالمخاطر بالغابات المحظورة لكتشاف أكبر سرفيتاري حسنافر أما المركز الأول فهو من نصيب فيلم Fate of the Furious الجزء الثامن من سلسلة Fast and the Furious الشهيرة حيث حقق إرادات هائلة في أول عروضة في أمريكا و 63 دولة أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع وهو في طريقه إلى تحقيق أعلى إرادات افتتاحية على الإطلاق ويتوقع أن يكسر ذلك الرقم القياسي اللي يحمله فيلم ديزني Star Wars The Force Awakens واللي حصد 529 مليون دولار عالميا في عام 2015 سوف تعملون معجي 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 سوف تعملون معجي